اشتركوا في القناة الطبيعية اللي المفروض تكون واذا كان فيه بعض العزر للجماهير على ان هي جباهير في مختلف الثقافات في مختلف الاعمار في مختلف الظروف حتى في ناس كتيرة بتبقى باسماء وهمية واسماء حركية فمنتاش عارف ده اهلاو بجد وبيهاجم في الخواجة وبيهاجم في الجهاز وبيهاجم حد من اللعيبة ولا هو زمال كاوي داخل باسم تاني وحطت بس لون الفنالة او حد طرف تانت عايز يولعها دوارد والتحفيل على ما فيه من اثارة عند البعض ظاهرة اجتماعية خطيرة وظاهرة رياضية سلبية جدا مستحبة جدا سلبية لسبب طبعا ساز إبراهيم هو اللي بيحفل النهاردة ده حيتحفل عليه بكرة اه ليه الناس ناسية دي ايه ليه الناس ناسية ان كل كلمة تقولها تقدر تترد عليك وتترد بقصوة فالحقيقة مش فاهم ايه المزاج اني نكد عليه قدامي بس تغرب جدا لما لقى ان الناس مشغولة ببعضها مش مشغولة بنفسها او مش مشغولة بفرقتها او مش متسعب بفرقتها ده احنا بنشوف دلوقتي على مستوى المسئولية مستوى البرامج ان فيه برامج ما بتتكلمش على نفسها ما بتتكلمش على الاهداف اللي هي اصلا منشأة عشانها لكنها يعني برامج معارضة لنادي تاني بتهاجمه بس بتهاجمه بس او تصدر له المشاكل او تصدر له التهكم او تصدر له يعني حاجة غريبة مش قادرة استوعبها لان الحقيقة او طوبة اللي ما انشغلته نفسه عن عيوب الناس لو كله احنا انشغل بنفسه حنتحسن جدا وهي لما نكسب ونستمتع بفرقتنا ونعلي فيها زي ما احنا عايزين يا سيدي قول في فرقتك اللي انت عايزه لكنك ان تخدش الفريق المنافس ملهاش معنى غير الغيرة خلي بالك يعني اه والشعور انك مش عارف توصله لكن زي ما انت قلت بقى اما بتيجي بقى من مسؤولين تسميها ايه دي بص انا يعني اللي لفت نظر جدا في السياق ده الاستاذ حمادة شادي حمادة شادي للي ما يعرفوش رجل شغال في الشركة الرعية للاتحاد الافريقي فهو المنسق شبه الدائم للمباريات المصرية في افريقيا يعني تلاقي الاهل بيلع في دورة ابطال افريقيا من المنسق اللي موجود من قبل الشركة الرعية حمادة شادي هو رجل زمالكاوي جدا وحقه وانتماءه يعني ما حدش يدر اختلف عليه انك تبقى اهلاوي او تبقى زمالكاوي او اسماع الاوي او تشجع الاتحاد دي كلها انتماءات محل اهتمام او محل تقدير واحترام لكن اللي هو مش محل لا تقدير ولا احترام ان انا اكون مسؤول في شركة رعية منسق للمباريات انا اللي بكتب تقارير عن الجماهير ومدى التزامها انا اللي بكون حريص على حفظ النظام والامن في الملعب انا اللي منوت بيا حماية هذه الجماهير اسمح لنفس ان انا ادخل طرف مع هذه الجماهير في تحفلات زي كده اطلع احفل على اهلي بعد مباراة او اغسف النادي الاهلي او اقول الفاظ لا يجب ابدا ان تصدر حتى من مشجع عادي فما بالك من حد عنده قدر من الثقافة وقدر من المسئولية حمادة شادي انا اعرفه كويس قوي لا يجب ابدا باي حال من الاحوال انه يفضل سايب نفسه منجرف لتيارات التحفيل بهذا المستوى لان هذه الجماهير اللي انت سيادتك بتحفل عليها او طالع تغيز فيها تقدر تغيزك قد كده للصبح وعندها من الرصيد وفرقتها محاقها من البطولات ما يكفي بس هل ده حوار يليق هل ده وضع يجوز اعتماده لعلاقة بين مسئول اداري تنسيقي بيكتب تقارير عن مدى التزام هذه الجماهير في المدرجات او داخل الملعب مسئوليته الحفاظ على امن وسلامة هذه الجماهير هل ده مستوى يجوز السكوت عليه بقولكو التحفيل على قد رفضنا له ونبزنا له لكنه بين جماهير وبعضيها في ثقافات مختلفة هو عمار مختلفة ناشة لم يجي من المسئولين يبقى مصيبة بالضبط يعني لان الحقيقة انت والمسئول يعني كلمة مسئول يعني ايه عنده مسئولية عنده مسئولية تجاه مين تجاه نفسه بلده ده عنده مسئولية ويسأل ويسأل المسئول يسأل بالضبط فمسألة ان المسئول يبقى على كيفه لأ ده انت اتكتفت بالمسئولية بالضبط مش على كيفك أبدا فتتصرف كمسئول يعني حتى لو حد غازك انت متردش عليه طبعا ما ينفعش السيبة اللي احنا فيها دي بصراحة ما ينفعش ما ينفعش يا حمادة أبدا طيب كمان في اطار علاقة الاهل والزمالك والناديين كبار يعني مصر بجد مصر عندها اهل وزمالك بهذا الزخم الرياضي والكرة والكبير جدا لما لعيب ينتقل من الاهل للزمالك نسمع كلام كتير يقولك السوق اي لعيب بيروح من الزمالك للاهل ما بينجحش فبالتالي ما يصحش يروح طرق السيد واحد من اللعيب اللي قاله هذا الرأي هنشوفه ونتحاسب التجارب بتقول يا هاني كلها كل العيب ماشي من الزمالك وروح النادي الاهل ما حققش الانجازات الكبيرة اللي هو في المفروض بيحققها او اللعب او الشكل او المدة اللي بيلعب بها فيها بالنادي الاهل ليه؟ بس دي التجارب لا يستند اليها مش معناها ان اي حد هيعمل كده كل التجارب اللي حصل كده حصل معاها نفس الكلام في مثال ناجح جدا من اول ردع بعيل كافي الردع بعيل اه بعد كده ميم بعد كده طرس سعيد اينو حمد صديق اه مين تاني يفكرني لو انا ناسي اعتقد دول خمسة شوف هو عنده حق في زاوية معينة ان اللعيب اللي بينتقل من الاهل اللي زمالك بيكون سبب انه يضيف له بطولات اللعيب الذي ينتقل من الزمالك الى الاهلي بيستمتع بتحقيقه للبطولات مع النادي الاهلي اه فرق جبير جدا انك تروح تغير الدنيا كابتن جمال عبد الحميد كابتن حسان مبراهيم كابتن ايمان منصور كان من ناشيل الاهلي وراح هجر في العمان في عمان ورجع على الزمالي وعلى فكرة كان هو كابتن طهر أبو زيد وكان الاهلي عايز يجيب فرود وقتها فكان يرجعه كابتن ايمان منصور راح السكة الحديد شوية ولا كابتن طهر وبعدين طبعا استقر على ان يرجع كابتن طهر وبطل بعدين بسانة او الموسم المشهور ده ايه فانا كنت عايز اقولك يعني كل دي لعيبة اه اضافت الى نادي زمالك بطولات بطولات طبعا هو القياس هنا انت مش هتحس بالتأثير لان الاهلي بيحقق بطولات لكن انت لو حسب انا كده وانا هقعد معاك هو ذكر اسمي مثلا الكابتن طارق السعيد وانا عشان كده اسمي طارق السعيد ده معلش هندي انا عارف ان الكاتب اه انا هقولها بس من زاوية تاني والكابتن محمد صديق كل واحد فيه ملعب له حوالي سنة ونص اقل من سنتين يعني او سنتين خده اكتر من خمس بطولات ووسام معيار بقى كلمة النجاح بالنسبة للكابتن هو اللي بيخليه قايم الامور هو المعيار ان انا افضل العب دون ان احقق شيء ولا ان انا احقق كل احلامي اه في فطرة وجيزة ما كانش ممكن احققها خارج النادي الاهلي اذا كان ده فشل يا رب نفشر كلنا طيب ما تيجي نتحاسب بقى واحد واحد كابتن رضا عبدالعال رضا عبدالعال قبل ما ييجي الاهلي في تلاتة وتسعين كان لعب مع الزمالك ست سنين ست مواسم من سبعة وتمانين لتلاتة وتسعين ست مواسم مع الزمالك جاب فيهم رضا ستة القاب ستة في ستة ستة القاب تلاتة دوري اتنين كاس مصر وبطولة افرق اصوية يعني رضا مع الزمالك ستة على ستة ست ست سنين ست بطولات طب رضا مع الاهلي وهنعتمد المعيار برضو عدد السنين اللي انت لعبتها انت لعبت ست مواسم مع الزمالك جبت ست بطولات برافو حصات كويس هايل وكان في فترة الزمالك كان عنده فرقة تقيلة جاب ست بطولات في ست مواسم جي النادي الاهلي في تلاتة وتسعين في صخب كبير جدا في صفقة مدوية لعل المهم سعد لي حتى الان ما كشفش عن كل تفاصيلها الحقيقة لكن رضا جي النادي الاهلي لعب خمس مواسم ده لعب اقل من الزمالك لعبت في الزمالك ستة لعبت في الاهلي خمسة طب جبت ست بطولات مع الزمالك في الست سنين عملت ايه في الاهلي في خمس سنين تسع بطولات الضعف يعني قدي الفشل يعني عدت سنوات اهل تقريبا اتنين تقريبا اتنين في السنة في الاهلي بالزبط من تلاتة وتسعين لتمانية وتسعين فاز رضا مع الاهلي بتسع القاب خمسة دوري خمسة دوري واتنين كاس مصر وكاس البطولة العربية وكاس السوبر العربي النخبة العربية قدي رضا عبدالعال عشان الناس تبقى فاهمة حجم نجاحاته هنا ايه وحجم نجاحاته هنا ايه يعني بالمعيار السنين حتى متقاربة لكن بالمعيار الإنجازات ما فيش مقارنة ستة تسعة إذا كان ده فشل بقى معرفش نجاح يبقى اسمه إيه طيب مجد طلبة وهو كان ناشئ في نادي الزمالك وبعد كده راح احترف في اليونان لكنه لما لعب مع الزمالك لعب خمس سنوات حقق فيهم سبع ألقاب وده حصاد هايل اتنين دوري اتنين كاس مصر اتنين دوري أبطال أفريقيا وبطولة أفرق أسيوية لمجد طلبة يعني سبع بطولات في خمس سنين جناد الأهل في خمسة وتسعين وكان لعب مهم جدا ومؤسر بس ما قعدش في الأهل غير تلت مواسم فقط سنتين تلت مواسم من خمسة وتسعين لتمانية وتسعين حقق فيهم سبع ألقاب برضو بس في تلس سنين يعني مع الزمالك سبع بطولات في خمس سنين مع الأهل تلت سنين بس جاب فيهم السبع بطولات كانوا تلات دوري واثنين بطولة عربية وصوبر عربي إسلام الشاطر إسلام الشاطر ابن النادي الأولمبي والأولمبي باعوا للإسماعيلي ومن الإسماعيلي الأهلي كان بيفوضوا والزمالك بيفوضوا عرض الأهلي كان أكتر لكن صمموا المسؤولين في النادي الإسماعيلي أن يروح الزمالك حط شرط جزائي في عقده ويوميا أكلمني قال لي أقول للمهاندس عادلي فيه شرط جزائي في عقده يسمح لي أن أنا لو الأهل عايزني أجي الزمالك ما استخدمهوش كتير وقع عارو لاتحاد جدة رجع استخدم الشرط الجزائي اللي في عقده وجيه النادي الأهلي ما كانش قاعد في الزمالك غير موسم واحد ما حققش فيه أي بطولة لعب في الأهلي إسلام أربع مواسم تفتكروا عمل كان بطولة إسلام الشاطر مع النادي الأهلي اللقطة دي إسلام مع طرق السيد ويمكن طرقيصة بيعقبوا على التصريح بشكل مسبق أو بأثر راجعي قوي إسلام الشاطر في أربع مواسم مع الأهلي ما شاء الله أربعتاشر بطولة بسم الله ما شاء الله بصوا الحصاد اللي بيقول لك الناس اللي ما بتروح الأهلي ما بتنجحش أربعتاشر بطولة في أربع مواسم لعب من ألفين واربعة لألفين وتمانية أربع دوري اتنين كاس مصر تلاتة سوبر مصري تلاتة دوري أبطال أفريقيا اتنين سوبر أفريقي في حصاد أعلى وأرفع من كده أربعتاشر بطولة في أربع سنين فشل ندر السيد جي ندل أهلي وملعبش كتير بس كان لعب مع الزمالك ست سنين كان شارك فيهم في الفوز بسبع بطولات للزمالك سبع بطولات في ست سنين ملعبش في الأهلي بس وجوده كان أثار حمية وحماس ومستوى عصام الحضري إلى مستوى عالي جدا فقعد ندر السيد في الأهلي موسمين اتنين فاس فيه خلالهم الأهلي بسبع ألقاب ست ألقاب في موسمين اتنين في مقابل سبع ألقاب في ست سنين مع الزمالك طارق السعيد زميل طارق السيد وتكلم عنه بالخصوص طارق كان لقف في الزمالك فط طارق بالمناسبة ابن النادي الأهلي يعني طارق ناشئ في النادي الأهلي طارق السعيد هو منطنطة وجي الاختبارات هو كابتن سيد عبد حفيز يقال أنه هو في مقام كابتن توتو هدف الأهلي العظيم والتاريخي في مطشط الأهلي صحيح هو جي اختبارات الأهلي قبلوهم بس السن السن بتاعهم ما كانش له بطولة فسيد عبد حفيز تم الاحتفاظ به في نادي النيل نادي صغير كان على علاقة مع النادي الأهلي باللعابة ممكن تقعد فيه لغاية لما الأهلي يحتاجها سيد فضل في النيل ورجع الأهلي طارق رجع طنطة ومن طنطة ما كملش فانتقل إلى الزمالك طارق السعيد لعب في الزمالك قبل ما ييجي الأهلي تسع مواسم فترة كبيرة جدا وكان الزمالك عنده فرقة كويسة وقتها عشان كده فاز معاه ب13 بطولة 13 بطولة في تسع سنين من 96 ل2005 لما جي النادي الأهلي يعني تقريبا موسم وين تخيلوا في السنة ونص أو الموسم ونص عمل ثمان بطولات منهم المشاركة في كأس العالم ده معارف فشل ثمان بطولات في موسم ونص اتنين دوري اتنين صبر محلي اتنين دوري أبطال أفريقية اتنين صبر أفريقي والإنجاز الأرفع والأكبر بنزية كأس العالم للأندية اللي خادوا عليها أوسامة اللي خادوا عليها الوسامة محمد صديق أيضا اللي جي مع طرق السعيد لعب مع الأهلي من موسم 2006 فيه يعني موسم واحد تخيلوا موسم واحد لمحمد صديق مع النادي الأهلي يكسب فيه كم بطولة قولوا انتو موسم واحد للعب اللي الراجل بيقولك فشل في موسم واحد ست ألقاب ست ألقاب لمحمد صديق مع النادي الأهلي الدوري كأس مصر دوري أبطال أفريقيا السوبر المصري السوبر الأفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية قبل ما تكمل هتوقف فينا لأن إذا كان عدد السنين هو المعيار بتاعه هو ما كانش يقدروا لعبه نفس مدد الزمالك لسبب بسيط هم مجوم في سن كبيرة أيها بالضبط يعني هو هو انت كل اللعيبة دي اللعيبة اللي جات بعد كده جات في سن أصغر شوي فكان عندها مساحة وقت إنما اللعيبة كل اللي فاتوا دول جوم في سن نبين كبيرة مش كبيرة غير خاضرة على العطاء يعني بتقرب من نهاية المشوار مش بتبتدين بعيد كمل ده صديق إينو انتقال حر أيضا كان لعب مع الزمالك خمس مواسم من الفين واتنين لالفين وسبعة حق معاه في الخمس مواسم دول أربع بطولات يعني عنده خمس سنين فأربع بطولات عنده في النادي الأهلي إينو قعد خمس سنين نفس المدة من 2006 لـ 2011 طيب المعيار الزمني واحد خمس سنين أهلي خمس سنين زمالك خمس سنين الزمالك فيهم أربع ألقاب خمس سنين الأهلي فيهم كام إينو اللي فشل رقم قياسي إينو اللي فشل اللي الأهلي ضيعوا عارفين ضيعوا ليه لأنه في نفس الخمس سنين اللي لعبهم في الأهلي فاز فيهم إينو مع الأهلي بستاشر بطولة ستاشر بطولة فيه أنديع على بعضها طول تاريخها ما عندهاش ستاشر بطولة وهو ممتني لهذا دايما يذكر ستاشر بطولة في خمس مواسم فقط مع الأهلي معتز إينو كانت بطولاته لأن الحقيقة رقم كبير يشرف أي لاعب خمسة دوري اتنين دوري أبطال أفريقي اتنين سوبر أفريقي كاس مصر اتنين سوبر أفريقي أربعة سوبر محلي والمشاركة في كاس العالم للأندية مرتين مفيش شرف أرفع من كده هاني العجيزي كان لعب مع الزمالك خمس سنين فاز مع الزمالك بخمس ألقاب خمسة خمسة العجيزي جي الأهلي قعد موسمين وكانت الفرقة فيها لعبة تقيلة كبيرة جدا فكان فرص حتى استمراره رغم كفاءته وموهبته ما استمرش كتير موسمين اتنين تخيلوا أنه في الموسمين الاتنين فقط العجيزي فرح مع الأهلي بست بطولات ست بطولات في موسمين مقابل خمسة في خمسة مع الزمالك صبر رحيل جينا لنادي الأهلي بعد ما كان قعد مع الزمالك خمس سنين خمس موسم لصبري مع الزمالك حقق فيهم بطولة واحدة فقط كانت كاس مصر جي صبر رحيل وشغل الجانب الشمال في النادي الأهلي فلعب خمس موسم يعني لعب خمسة في الزمالك ولعب خمسة في الأهلي طب في الزمالك عمل بطولة واحدة تفتكروا في الاهلي صبر رحيل عمل كان بطولة عشان يبقى فشل قلنا خمسة مع الزمالك فيهم بطولة واحدة الخمس سنين مع الاهلي خمسة وخمسة فيهم عشر بطولات عشر بطولات لصبر رحيل مع الاهلي في نفس المدة اللي قعدها مع الزمالك حقق الدوري أربع مرات حقق دوري أبطال أفريقيا مرة الكونفدرالية مرة كاس السوبر الأفريقي مرة ثلاثة سوبر مصري وشارك في كاس العالم للأندية ده صبر رحيل أخيرا مؤمن زكريا طبعا كان راح الزمالك إعارة سنة أو موسمين حقق فيهم كاس مصري لكن مؤمن مع الاهلي على مستوى الفريق الأول في أربع سنوات من 2015 ل2019 ست بطولات يعني مع الزمالك واحدة مع الاهلي ستة يبقى الحساب بتاع مؤمن بين الأهل والزمالك ستة واحد برضو ممكن يكون أصدو اللعبة ما كانتش موسوطة هي في الأهل بكل اللي انت بتقوله ده آه طب ما نشوف كده عايز تسمعهم طب نسمعهم نشوف طرق السعيد لما تكلم في قناة التي سي على الأهل وإعلاقته بيه للجه سنتين لما خدت قرار اعتزالي حبيت إن أنا أختم في النادي الأهلي رغم بعض الأورودي اللي جات لي من الأندية الأخرى يمكن الحاجة الوحيدة اللي حستها كواس قوي في النادي الأهلي الترابط الأسري بين اللعبة وبعض ويمكن دي أكتر حاجة نجحت النادي الأهلي أول ما رحت النادي الأهلي كان الكابتل النادر السيد موجود هناك سعيدنا قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كأنك بقى لك عشر سنين هنا وبالفعل أنا بس عادي أتوقف عند الكلمة مهمة جدا هتقابل الكابتل النادر السيد فقابل النادر السيد فقاله هتحس إن كأنك بقى لك عشر سنين هنا لذي الكابتل النادر السيد آه من حقه ما يبقاش سعيد لأنه ملعبش لأنه لما كل مصر بتقول لك أن أسطورة التدريب وأسطورة المستوى وأسطورة حراس المرمى موجود معاه وكان في لحظة التحدي والتهديد بفقدان مركزه عصام الحضري عمل بداية حقيقية مع وجود الكابتل النادر السيد موضوع تاني يعني عصام قبلها وبعدها القصة مختلفة فمن حق الكابتل النادر يدين وكانش بيلعب لكن هو في قرارة نفسه وقال له إيه تعالى الأهلي هتلاقي أسرة واحدة هتحس إن بقى لك عشر سنين إذا كان سعيداً ويشعر بالإحترام ويشعر بذاته وفي النادر الأهلي بعكس ما يردده أحياناً دلوقت دلوقت نادر على قديمة كابتن كابتن نادر لما بطل والأهلي يقدر له إنه جه لعب موسم ولا موسم ونص ولا اتنين حتى مش فاكر ها اتعين أول مدير لشركة النادر لإنتاج الإعلام أي يعني ما تدلهوب يعني ما عايش كتير عشان النادي يحاول إنه هو يقف معاه على هذا المستوى مش عارف ليه زعلان يعني ممكن تزعل إنك ما بتلعبش مفهومك لكن تزعل من النادي لم يقصد نادي الأهلي معه آآ أحد يعني كمل ده اللي قاله هاني العجيزي بقى اللي لازم تتوقف عنده نسمع هاني العجيزي برد النادي الأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا يعني وأنا بسوط إن أنا عادت سنتين في النادي كان نفسي عاود أكتر فترة ممكن في النادي إنت شايف بالتجربة خلت عاطفتك وقناعتك تتجه ناحية النادي الأهلي بالضبط وخلي بالك مش أنا الوحدي يعني أي حد لو كانيه هيغارف فكرة أي حد يعني لعب في النادي الأهلي يغير فكرته عنه ويرتبط به أكتر بس أهلا لك الحاجة إنت في كم لعب في نادي الزمالي لعب في نادي الزمالي كلها نادي الأهلي في طريق سعيد تقريبا في محمد صديق في إينو مفيش واحد فيهم طلع قال لك إن أنا ممكن أختمنا حياة في النادي الزمالي مفيش لما أخذت قرار الاعتزالي حبيت إن أنا أختم في النادي الأهلي ليه برضو لازم الناس تعرف ليه أكيد اللي بيحصل في النادي الزمالك أو الأجواء في النادي الاهلي غير اللي موجودة في النادي الزمالك وخالص لإيكونه صريح والله العظيم ولا بقالن من نادي الزمالك ولا أي حاجة بس ف kang deel حقيقة جماعة لازم الناس ستفهم إن النادي الاهلي ده في حتة تانية خالص جماعة محدش هيعرف يكرم بالنادي الزمالك إلا لما تدخل جوه هنا جوة هنا أنا كنت بكره النادي الهم ده جدا يعني أنا متربيدت في نادي الزمالك اتربيت في نادي الزمالك النادي مش عايز اقول لك بقى يعني دولة ومش عارف ايه وجمهير وحاجات يعني مش كويسة لكن لما رحت النادي الزمالك لا نفيش الكرام ده يا جماعة خالص في حاجات كتير او في النادي الزمالك يعني يعني اللعيبة حب اللعيبة لبعضها ده شيء مفروغ منه في النادي الزمالك يعني انا اول ما دخلت النادي الزمالك اول تمرين عليها ابو تريجي جا سلم عليها اول جا سلم عليها بركات جمعة مش عالي الناس دي كلها يعني ما تحسش ان انت غريب دخلت انك داخل كانك بالهم مثلا بالك عشر سنين مع النادي الاهلي يعني ده اكثرهم يعني مباشرة وقالك انه كنت بكر الاهلي جدا فهو راح الاهلي لانه حاسس انه ربما مصلحته انه روح الاهلي على فكرة جاء لي حد جابهولي حد من اهله كمان هومن فرسكور كان عنده ستاشر سنة اه وقتها اه 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 بعد شوية لقيته في الزمالك اه اه لعيب موجوب جدا ولوه طعم بس كمان فيه لعيبة حظها انها لما جات الدنيا زحمة ما انت عندك في الابي وعندك متعب وعندك قصة بالزبط اه اه يعني الفرص ما كانتش كتير لكن كانت بالنسبة له التجربة اللي خلته شاف امور قالك طيما هو ايس الاقي العيب راح الاهلي راح الاهلي ليه عشان عايزي بيقول لانا كنت اتمنى افضل اطول مدة ممكنة في النادي الاهلي لانه كانوا بربونا على كوره الاهلي وما روحت شفت حاجة تانية خالص ايه حكاية بيربونا على كوره الاهلي دي اللي هي بقى دلوقتي اه ظهرت وطفحت على وسائل الاعلام اه الكلام ده مكنش حد بيشعر بيه ايه كان بيتقلل صغيرين والناشئين اه عدم ذكر الحقائق المهاجمة المستمرة استياض الالفاظ اجتزاء المواقف الواسب على المشاكل اه زي هو في اكتر من اللي بيحصل مع مؤمن مثلا اه اه ان هو في حاجة بتخليهم وبعدين في الاهلي ده ان يعمل مع ايه اه من باب اولى وده بيحصل في الاعلام لان طبع الاعلام في التلفزيون ربنا اديهم الصحة كلهم كانوا زمالكوية القيادات ايه فحتلاقي الاعلام كله في التلفزيون زاعة زا مالك خمسة وثمانية تسعين في المية منه زا مالك اه نفس الشيء في وسائل الاعلام المختلف ايه والذي لم يتنبه النادي الاهلي الا مؤخرا بشكل كده بسيط برضو مش بشكل اللي فيه الزخم الواجب يعني ليعمل نوع من التكافؤ فلما جاءت وسائل الاعلام ظهرت بقى السيطرة التي ممكن لو سبتها الوحدة الى الناس كتير يقولك ما تتعيبش دماغك راجل انا تهتم ازاي ماهتمش ده بعد شوية الكلام اللي بتقال ده لكنه هو الحقيقة ما هو العيبة هو عاش في هذا المناخ قالك وتبكره الاهلي صدق قالك كانوا يقولون دناد الدولة والحكومة بتسندوا قالوا له كده تحكيم والحكام والحكومة نفس الكلام اول الموسم تسمع دناد الحكومة اما تاخد البطولة دناد الاخوان ما تفهمش ازاي جابوا الاتنين مع بعض ازاي الاتنين مع بعض لكن هي الفكرة كلها دي ازاي تشوه الاهلي ازاي تكره الناس فيه اه فاللي تحت ادهم لعبتهم اي لما بيروحوا بقى يعيشوا في النادي الاهلي حتى اللي بيكابر اي مصبع انه بينه وبن نفسه شايف ان الكلام ده مش مضبوط اي يعني اللي طالع متضايق انه محققش كل اللي عايزه اي او انه كان بيتعامل مثلا في الزمال ازاي خلي بالك الاهلي المرهق في الاهلي اه انه متساستم اه مش اي حد هينجع مش اي حد هيستحمله يستحمل النظام والصرامة في تطبيق اللوائح ولا يعني ف الناس ما بتستحملش هذا الكلام لكن بنواب النفسها بتحترم الفطرة اللي كانت موجودة في النادي الاهلي وما بتكبرش فيها اي ولما يجوا يذكروا سبب تفوق الاهلي لازم يعددوا ان المناخ والنظام والالتزام والروح الاسرية والعلاقة بين الصغير وكبير والاحترام واخذ الحقوق دون تسول كل دا بيقولوه وهم بيهاجموا الاهلي بيقولو برضو زي بالزبط كل ما الاهلي يكسب بطولة الاعلام يطلع عليك بفضل الادارة اه ومنتقى تعصر ادارة لتصلحوا متبطئة نفس الاسوات على نفس الاشخاص هم ياللي بيشيدوا بالادارة اه ولذلك يا اولادنا يا شبابنا يا جماهيرنا اه يا حبيبنا ياللي معيشتوش طبعا معيشتوش عندنا يعني احنا بنقول باي باي وانتوا جايين بس والنبي عشان خطرنا افهموا الاهلي على حقيقته افهموا اللي بيحصل معاكوا واللي بيخليكوا ترددوا كلام مش دارين قد ايه زي النادي الآن مش دارين ولذلك احنا هنتكلم مع الماتش الجاي وقتين هنتكلم مع الماتش الجاي لكن نشوف كلام معتز اينه اينه صاحب الرصيد الكبير قوي ده من البطولات اللي عمل عشر بطولات في خمس سنين او حداشر بطولة في خمس سنين ستاشر بطولة اسف نشوف صاحب هذا الرقم الاعجازي الكبير رأيه ايه في الاهلي بعد ما لعب له خمس سنين من الفين وستة لالفين واحداشر في خمس سنين جاب ستاشر بطولة وهو اللي كان لعب في الزمالج خمس سنين جاب cir cualesة بتولات كبير صاحب الستاشر بطولة رأييوي انا بقولك انا راجل اهلاوي وراجل بحب النادي الاهلي وراجل بموت في النادي الاهلي واخد فى اربعتاشر بطولة ولا خمستاشر بطولة تاريخي كله فى النادي الاهلي احسن ايام حياتى فى النادي الاهلي كلي امه권ة جمهرة يفكر اين اجمل ايام حياتك çekets المتعلن اي امه كليا ايام حياتك شاء اعم رفعني أيين كان مجلس الإدارة تحس الكيان ماشي على خط مستقيم كده ما لوجه دعوه بقى مين موجود أو مين مش موجود دايماً بيبص القدام دايماً بيبص اللي أنا عندي هدف واحد هو البطول لا أنا هنا يعني وأنا في الزمالك في الخمس سنين أو ست سنين لعبت النادي الأهلي كتير جداً يمكن كسبت حوالي مرتين كسبت النادي الأهلي مثلاً مرتين ودايماً كنت بأخصر لحقيقة لكنه وأنت في الأهلي بيبقى كسبت كتير جداً الزمالك جداً يعني كتير يعني أنا لعبت مثلاً في الأهلي خمس سنين مثلاً كل سنة مثلاً بتلعب في السنة مثلاً ماتشين دوري رايح جاي دور أول دور تاني ومسلاً ماتش سوبر مصري مثلاً لو تقابلنا في الكاز يعني أتاكد لأنا مخسرتش وأنا مرة وأنا في النادي الأهلي مخسرتش من زمالك يعني في كل الأحوال تذكر الحقائق من أفواها صحابها هم دول اللي لعبت زمالك اللي راحوا لأهلي اللي فشلوا في الأهل أه أو فشلوا في الأهل إذا كنا حنعول يعني دول اللي ذكرهم طرق سيد بالإسم أه أيوة أه إنما يعني فيه ظروف معينة لبعض النماذج خرجت من نادي الأهلي مدائقة من حاجة أو فيه ظروف الحالية النهاردة بتخلي إن يعني يتقال كلام أنا عارف إنه يعني بينه وبين نفسه آآ لا هي مش كده فعلى أي حال ومش وعلى فكرة ما فيش حاجة يسمعه إجماع مش معنى كده إن لازم كل واحد يخش نادي الأهلي ينبسط ينبسط ويطلح سعيد لا إنت قلت نقطة مهمة جدا إنت عندك سيستم اللي حينبسط اللي حيقدر يلتزم بيه ويمشي فيه اللي يقدر يتحمله آآ اللي يقدر يتحمله آآ اللي يقدر يتحمله آآ يعني إنت دلوقتي لو روحت آآ بتعمل برنامج في قناة آآ يعني ليها نظام في القعدة والوقفة والكلمة والديئة والوقت واللفزه بتحس إنك إنت بعد شوية تبقى روبوت آآ مش 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 شخصيتك مش باينة آآ ممكن تتعب آآ آآ أنا مش أقصد النادي آهلي بيعام كده لأ أنا أقصد أقول في نظام النظام ساعات ما بيستحملهش أحملوا مش كل واحد يستحمل آآ آآ النظام النظام لكن النادي الآهلي لأ طبعا مفيش حاجة مفيش روبوت بيتعامل معاملات إنسانية آآ مكلهم بيقول لك الروابط الأسرية يعني عشان برضو إيه ما تستغلش الأمور وتخرج سياقها كالعادة آآ آآ أنا بدي لك مثل بوضح لك إنك إنت مطروح زي اللي بيخش الجيش كل واحد بيحب يخش الجيش كل واحد بيحب يخش الشرطة لا لأ لأن في آآ قواعد آآ انضباطية انضباطية مش ما يستحملهش أحد بس اللي بيعدي منها بيبقى ولد صحية صحية واخت بالك فالنظام بيعدي في نظام الأهلي بيبقى ولد وبيبقى بطل وبيكمل وبياخد بطولات وبيتعاود على شخص بيطلع بشخصية البطل النظام بيعمل بطل النظام بيعمل بطل والالتزام نظام بك نظام ب Cameras tänها بش дерев glauben نظام بعمل بطل